الفاجعة أكبر بكثير من أي كلمات ممكن أن نقولها الأستاذ زياد رحمة الله عليه كان نموذج لمشروع بناء إنسان حقيقي إنسان صالح إنسان معطاء إنسان مقدام إنسان هميم يقضي يومه ليلة نهار في العطاء وخدمة الآخرين أنا أعرف الأستاذ زياد منذ الطفولة أستاذ زياد قضى عمره يخدم في هذا المجتمع ويضحي من أجل هذا المجتمع ويعطي هذا المجتمع واليوم الذي كتل ليس الأستاذ زياد الفرد الذي كتل مشروع الإنسان الصالح في هذا المجتمع مشروع الإنسان الإيجابي إنسان المسالم الإنسان المعطاء الإنسان الذي يضحي بكل ما يملك من أجل هذا المجتمع هذا الرجل وهذا المربي في فقدانه فقدنا ما تبقى من صبر فقدنا ما تبقى من حلم وعلينا أن نتحرك ونقوم بخطوات عملية لإنقاذ هذا المجتمع أظن وصلنا القاع لا يوجد أسوأ من أن يقتل من قتل في هذا المجتمع كل يوم حادث قتل وكل يوم نقول وصلنا القاع ما حدث قتلوا أطفال في كفر قاسم وقتلوا شاب في كفر قرع كان في ساحة مدرسة والآن مدير مدرسة آمن بريء صالح ما فعل في حياته إلا الخير وما فعل في حياته إلا العطاء وما فعل في حياته إلا أن يقدم لمجتمعه فجروا سيارته وفجروا معه ما تبقى لهذا المجتمع من أمان ومن أمل في أن يكون هناك تغيير الحقيقة إنها متأثر قليلا ولكن على المجتمع العربي أن يفكر في نضال مطلبي مختلف ما قمنا به حتى الآن ما أحدث أي نتائج وانتظار الشرطة والحكومة أن تكون بواجبها يبدو أن هذه الحكومة وهذه الشرطة تركتنا أيتام على موائد الجريمة وهذا المجتمع عليه أن يأخذ زمام أموره بيده ويحضر ويتفاعل مع الشارع ومع غضب الشارع ومع غضبه على القيادات في هذا المجتمع أن تقول قولها الواضح والصريح بأن في مقتل الأستاذ زياد قتل لنا جميعا طبعا نحن أمام جريمة من نوع آخر في استيقظت عليها باكة الغربية مع الأسف الشديد راح ضحيتها شاب من خيرة شباب البلد الذي كان يهتم بتربية الناس والأبناء خصوصا وأنه مدير مدرسة ثانوية مش من زمان بكينا يعني مكاعدين معه مرطبين أمور تربية الأبناء ونشر القيم بينهم في المدارس الدخول إلى المدارس والحديث عن العنف وعن الجريمة وعن التسامح وعن الأخوة وعن المحبة في سبيل رفعة هذا المجتمع وإخراجه من هذه الدائرة الكبيرة والعظيمة التي دخل إليها ولم يستطع الخروج منها نحن أمام جريمة من نوع آخر يعني هذه جريمة مميزة على ما يظهر راح ضحيتها الشاب مميز يعني كان من ليس فقط من خيرة شباب البلد ولكن من خيرة المربين الذين عملوا في مدارسنا وفي مؤسساتنا نحن أمام كارثة حقيقية ضربت باك الغربية وهذه الكارثة طبعا تضرب كل مجتمعنا معلسف الشديد من شرقه إلى غربه من شماله إلى جنوبه يعني نستطيع أن نحدد ونقول أن هناك على ما يظهر شيء منظم حرب منظمة تمارس على مجتمعنا وخصوصا تلاحق مثل هؤلاء الشباب مثل هؤلاء الفتية الذين يعني نعلق عليهم آمالا كبيرة في إخراج مجتمعنا مما نحن فيه طبعا أستاذ زيادة أبو مخ أحد الشباب المميزين في هذا البلد الذي تلقى التربية على قيم وعلى أخلاق وعلى مثل عليا عاشها تطبيقا في حياته وحاول أن يطبقها ممارسة أيضا على غيره يعني نحن اليوم أمام قامة نستطيع أن نسميها قامة تربوية مميزة من نوع مميز قائد بمعنى الكلمة يعني تربى أصلا أن يكون قائد وهو فعلا اليوم تسلم هذا الزمام وعندما حان القطف مع الأسف الشديد أرسلوا من يقتله ويوقف هذه العجلة عجلة التربية وعجلة نشر القيم من رجل ومن شاب مثال للتربية ومثال للقيم ومثال للمثل العليا ومثال للأخلاق حاول أن يقدم شيئا لمجتمعه ولكن هذا المجتمع هو لا أريد أن أقول هو السبب ولكن هو أداء أداء في أيدي من يريدون المجتمعين أن نغوص دحت التراب حقيقة وفاجأة كبيرة والتي مست في كل فرد في باقة الغربية والذي هو حامي وبعد ما شايفين شو تداعيات هاي اللي صار اليوم الصباح فبرايي أنه مش الحكي على أنه زياد أما الحكي على أنه الأمور فلتت عن كل منطق وعن كل حدود اللي ممكن يتخذها البني آدم في شو بيفكر بدي يعمل وشو ممكن يعمل وخصوصا عندما منحكي في بني آدم اللي هو يرتبط في السلك الدراسي كمدير مدرسة ثانوية اللي بني آدم اللي هو أديب خلوك معطاء من آدم اللي مخدره في كل الإشي وبن آدم اللي إله بصمي على على يعني المقعد الدراسي في باقة وفي المدرسة الثانوية مدرسة الثانوية من هيثم اللي هو اليوم مديرها بعد ما خدم فيها سنوات طويلة يعني هذه الجارمة السابعة في مدينة باقة الغربية هل من خطوات عملية ستقومون بها؟ المفروض أنه يتم البحث كيف التصرف في هاي الحالة وخصوصاً هاي حالة خاصة اللي التقديري أنه بالقريب رح يكون جلسة اللي من خلالها تتخذ قرارات ما العمل قبال ما جرى حسب ما حكيت يعني أنه هاي المرة الإشي لازم يتم التعامل معه بشكل خاص لأنه اللي صار هو إشي خاص مش إنه إحنا منفضل ناس عن ناس إلا إنه لما أنت تكون متأكد يعني أنه بني آدم مالوش ولا أي صلة ولا أي إشي في المواضيع هاي وبرضو هو مش محمي إذن كل بني آدم لازم يفكر بحاله ولازم يشوف حاله إنه هو ممكن يكون هدف لهذه الأشياء وفيش أمان لأي حدا يعني ومن ناحية ثانية نفكر فيها إنه لو كان الأمر بإنه كان مع أولاده يعني شو كان بصير يعني كيف كانت ممكن تكون المصيبة مش على إنه يعني نرى فيها إنه تخففت لا ما تخفت ما نرى فيها خفيفة ولكن الواحد وقت ما الإشي يصير فبكل صار صار كيف شو كان بصير لو كان الإشي أكبر منه شو كان يمنpar ما نرى فيه هاي شو كان بصير لو كانوا رغم على قوت چند لا التعليم خ anybody شكر بزيف سوء شك vídeo جديدا